فيما أخذت برودة الشتاء تشتد شرعة السلطات الفرنسية في إزالة المخيم العشوائي الذي يقم فيه مهاجرون في مدينة كالي شمال البلاد ووضعت حاويات بيضاء ليواء مئات المهاجرين هناك وذلك في بادرة تهدف إلى إدخال شيء من النظام على المنطقة وقامت جرفات بمسح منطقة المخيم المحاذية لطريق سيارة بهدف منع المهاجرين واللاجئين من استعمال طريق للوصول إلى نفق القناة حيث يأملون في العبور نحو إنجلترا